تعتبر من أبرز علامة التقدم بالسن عند المرأة والرجل على حد سواء وهي أيضا من أولى العلامات ويعتبر العمل الوراثي ونمط الحياة من أبرز أسباب ظهورها مشكلة ترهل الجفون وكيفية التخلص منها موضوع لقائنا مع أخصائي التجميل الدكتور نادر صعب طبعا منرحب فيك معنا دكتور نادر ونقول لك صباح الخير دكتور نادر ترهل الجفون هل هو علامة على التقدم في السن فقط أم أنه ممكن يكون بسبب أسباب أخرى صباح الخير علامات الترهل يلي حوالها شفون هي بيسوا تكون تقدم بالسن بيسوا تكون عوام الوراثية وبيسوا تكون نمط حياة مثل هالأيام يلي عم نعيشها كتير صار الإنسان بيتعرض ل يمكن تعب إرهاق اللي تنوم شرب والأخص هو استعمال الكمبيوتر التليفونات كل هالأشياء شرب شرب كحول يعني قصدك أي شرب الكحول أكيد الكمبيوتر وكل التوابع آيباد وهالأشياء كله بيأثر على الإشعاعات يلي بتأثر على تنفخ الجيوب الدهنية يلي تحيط بالعين وبالتالي هون بيصير في انتفاخات ما يؤدي إلى ترهل بالبشرة والجفون تباعاً وهالشي بيأدي إلى أعطاء تعب حول العين أو ما يعرف بالبافي آيز أيوه بالدائم أو الدبريشن انهيار الأعصاب البكاء الدائم هالشي كمان بنفخ العيون ومع الوقت بيصير في عنا تراهل بالجفون نعم كم هل هي أكثر حدوثاً عند النساء أو للرجال؟ أكيد عند النساء هي أكثر لأنه البشرة بتكون أراء وبالتالي السيد بتفتش عن الجميل أكثر من الرجل كرميل هيكي بتكون عرضة أكثر وبدي أقول أنا العين كتير مهمة موقعة والنظرة لأنه نحن كناس منشوف العالم كله يلي حوالينا من خلال أعيوننا صحي والعالم يلي حاولنا بيشوفنا وقت ما بدي يحكي معنا أول نظرة بتكون وقت ما بدي أتعاطى معك بتطلع بعيونك كرميل هيك بنسك كل الإشيات تانية كرميل هيك أول علامات العمر بتكون بالمنطقة المحيطة بالعين طب يقال كمان أنه لما تكون فيه ترهل في العين الواحد عشان مثلاً عارف أنه عنده ترهل في العين فبدو يفتح عينه و هو بتكلم فبيصير بيحرك جبينه و بيصير في خطوط وتجاعد تانية صحيح هذا الكلام أكيد وقت ما بيكون في عنا خاصة انتفاخ بالجفن العلوي ما معود الجفن نقدر نفتحه مظبوط وبالتالي بآخر نهار والتعب بيصير عنا سليبي آيز أو ما يعرف بالليزي آي أو العيون النعسينة الإنسان بيصير لحتى يعود عنها التعب بيصير يرفع حواجبه وبالتالي بيصير يخلق عنا خطوط وبتصير مشكلة تجر مشكلة برمال هيك العينية بالعيون بفترة أولية هو أفضل لحتى نحافظ على شكل العين وعلى نظرتها وعلى إعطاء الإشراق للعين يلي السيد بتستعمله لوضع الميك أب ويعطيها جمالية أكتر بطرف العين طيب احنا بنشوف دكتور نادر الصور بنشوف قبل وبعد أكيد العيون من قصهم جفون الجفن العلوي والسفلي الجفن العلوي غالبا بيكون فيه تنفخات دهنية وجيوب بالمنطقة الداخلية والوسطى من فوق هون منلجأ إلى إزالتها بالليزر وإزالة الجلد المتهدل والمترهل يلي بيعطي شكل حزين ونظرة نعسينة إضافة إلى تعب بالعين وضعف بالنظر لأنه بيغطي على العين لكن الجفن السفلي طورت كتير الجراحة فيه لدرجة أنه منقدر بس نعمله بالليزر بالفترات الأولية من دون اللجوء للجراحة وبالتالي منقدر ندخل داخل العين من تحتها ونستقصل الجيوب الدهنية من دون ما نخلي أثار أو ندبات تذكر وهذا هو مستقبل الجراحة التجملية أنه يوما ما تتم من دون ترك أثار أو علامات أو ندبات بمنطقة الجراحة يعني تحت العين بالليزر وفي الجفن لازم يكون فيه شق جراحي؟ إضافة إلى استقصال الجلد الزائد بالجراح طيب إذا حيني دخلت الست العملية أو الرجل العملية وبدأوا يعني قديش مدة العملية مثلا؟ مدة العملية تستغرق ربع ساعة على استقصال الجيوب والجلد الزائد فوق العين أوكي وتحت العين كمان ربع ساعة بيكون بالليزر من دون استقصال الجلد يعني نتكلم نصف ساعة فقط أي وهي عملية من الجراحات الصغيرة أو الخفيفة بتتم بغرف العمليات البسيطة بنج موضعي ولا كامل؟ ببنج موضعي لكن بنقدر كمان نحطهم تحت تأثير التخدير يلي بيناموا فيه لبندة نصف ساعة وبيوعوا مرتاحين وبتقدر سايد ترجع لعملها بنفس النهار منها بحاجة لأي غطاء على عينها بتقدر توضع يمكن نظارات شمسية وترجع لعملها طبيعي طب الندوب متى تروح؟ يعني متى فترة ناقة؟ هكذا؟ أكيد الندبيت إذا ما وجدت أول أسبوع بتكون مبيني بعد أربعة يام نقدر نستقصل الغرز البسيطة اللي نوضعي والندبيت بتضل تخف لفترة شهر شهر ونصف تكون اختفت كليا مبعد يبين لإلى أسار طيب الناس اللي عندهم عامل وراثة في هذا الموضوع هل هترجع الجفن ينزل تاني ويحتاج عملية بعد فترة؟ أكيد التطور والعمر بيكمل مع الوقات منقدر نستقصلها على عمر يمكن 30-40 سنة وبعد 15 سنة بتضل تتطور لأنه ما منقدر نستقصل كل الجيوب الدهنية الجيوب الدهنية هي كنية عن مخدات موجودة خوال حول العين لحتى تحمل عين من أي صدمات معقول تتعرض له وبالتالي هون منستقصل جزء منه اللي عم يعطي هالتنفخات حول العين ولنحافظ على نظارة العين من دون ما يستغور العين ويصير فيه جوار جوانبة وبالتالي هون بعد 10 أو 15 سنة معقول ترجع تظهر لكن بشكل خفيف مش متل أول مرة طيب هل ممكن هذه العملية تسبب مخاطر للعين مثلا الضعف النظر أو الجفاف أو شيء ولا لا؟ أبدا إذا كان الجراح كفوق لازم ما يستقصل الزيادة عن اللي زيم لأنه في حال استقصلنا جلد زيادة منلاقي العين ما بقاش تغمت زيادة وبيضل العين مفتوحة حتى بالليل وهالشي بعرض القرنية للجفاف لازم الجراح يكون عنده خبرة كافية وبالتالي هيدا العملية ما إلا علاقة بالعين بحد زيتها هيدا العملية بتتم بالجلد المحيط بالعين لإطفاء نظارة وأعطاء إشراق بالعين لحتى السيدة تكون بنظرتها مرتاحة ويكون في عندها جميل خاصة وقتنا بتوضع الميك أب وبدي ضيف شغلة كتير من السيدات وقت ما بيحطوا الميك أب وبيضهروا على فرح بعد ساعتين من لقص كل الميك أب انتزع لأنه الجفون العلوية عم بتحف على بعضها وبالتالي بتختلط الألوان كلها وبينتزع الميك أب وهون بدي أذكر بشغلة أنه البوتوكس اللي هو فويدة كتير مهمة قبل اللجوء لعملية العين لأنه وقت ما نحن بنعبوص بيهبطوا الجفون وبيعطوا نظرة حزينة وكمان بيتقلوا الجفون العلوية البوتوكس بيمنعها التعب وبيمنعها الشيء أنه يحصل وبالتالي منقدر بل ما نعمل عملية على عمر مكر منقدر نأخرها سنتين وثلاثة وخمسة سنة أكيد طبعا نودع نشكرك على وجودك معنا كان معنا أخصائي التجميل الدكتور نادر صعب Thank you